السلام عليكم في هذا الدرس سنتعلم كيفية التعامل مع الكونستركتر في الوراثة إذن في البداية أني عندي هذا الكلاس اسمه Pearson وهذا الكلاس يحتوي على الكونستركتر ويحتوي على الـ2Function الكونستركتر يتطلب إدخال two parameter الأول يضع مكان underscore name والثاني يضع مكان underscore age ومن ثم يسند underscore name إلى self.name ويسند underscore age إلى self.age ومن ثم هناك two function اللي هي الـget name والget age وهذه الفاكشن ترجع قيمة self.name والفاكشن الأخرى ترجع قيمة self.age ننشئ حالياً object وليكن مثلاً opg1 وهذا object من الكلاس Pearson ومن ثم أضع أقواس بهذه الصورة هذه الآن سوف يعطي على الـcompiler سببه هذا بأنه أنت إنشأت object من الكلاس Pearson ففي لحظة إنشاء الـobject من الكلاس يجب تنفيذ الـ constructor وهذا الـ constructor يتطلب إدخال two parameter الأول يمثل الـ name والثاني يمثل الـ age فإذن في الـ parameter الأول أدخل مثلاً علي والـ parameter الثاني يدخل مثلاً 20 إذن سيأخذ علي مكان underscore name وسيأخذ العشرين مكان underscore age وسيضع الـ underscore name اللي هو علي مكان self.name والself.name حالياً يمثل obg1.name إذن obg1.name أصبح علي والـ obg1.age أصبح 20 سنة ومن ثم هذه الدالة ترجع لي قيمة self.name اللي هي obg1.name واللي هو علي يعني هذه الدالة ترجع لي قيمة علي وهذه الدالة ترجع لي قيمة 20 سنة فحالياً لو أضغط مثلاً print ومن ثم obg1 واستدعي الدالة اللي اسمها getName كذلك نفس الحالة print ومن ثم obg1 ومن ثم استدعي الدالة اللي اسمها getAge المفروض بأنه بهذا السطر يطبع لي قيمة obg1.getName اللي هي self.name واللي هي علي وبهذا السطر يطبع لي الـ age اللي هو 20 كذلك ممكن مثلاً أكتب كلمة print ومن ثم obg1 ومن ثم .name مباشرة الآن هذا السطر يساوي هذا السطر يعني فكرة هذه الفكشن الgetName والgetAge بدل ما أكتب obg1.name فأني أكتب obg1.getName كفكشن يعني على اعتبار أن هذه الفكشن getName هي ترجع لي self.name يعني obg1.name والself.age اللي هو obg1.age إذن حتى ممكن أنه أمسحهم وبدل هذه getAge ممكن أكتب الـ age مباشرة الآن أمسح هذه الدوال فقط فهمنا فكرتها لو أضغطران المفروض بأنه يطبع لي الـ name هو علي والـ age هو 20 نشوف بأنه طبع لي علي ومن ثم 20 الآن لو أنشئ class آخر هذا الكلاس وليكن اسمه class student وأجعله يرث من الكلاس person الآن في البداية سيعترض الـ compiler إذن أكتب def ومن ثم underscore 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 in it بهالصورة هذه الآن هذا الـ constructor ممكن أيضا أنه أجعله يستقبل parameters وليكن مثلا موازي لهذا الـ constructor يعني استقبلته بـ parameter أيضا ولكن ليس شرط بأنه تكون بنفس الاسم ولكن ممكن أن نكون بنفس الاسم يعني على سبيل مثال ليكن بأسماء x و y بهالصورة هذه طيب الآن كيف أربط ما بين هذا الـ constructor وهذا الـ constructor إذن كيف أتعامل مع الـ constructors في الوراثة في الحقيقة أنا سوف أكتب super ومن ثم أقواس ومن ثم dots ومن ثم أصل لهذا الـ constructor إذن بهذه الطريقة super قوسيا dots ومن ثم يمكن أن أصل لهذا الـ constructor الـ constructor التابع للـ class person ولكن هذا الـ constructor يتطلب من عندي two parameters فأني ما عندي مشكلة مجرد أنه أمرر الـ x و y بدل الـ name والـ age إذن لو أجعل هذا الـ obg1 هو object من class students وليس من class person فالمفروض أنه يقبل مني الكود بشكل صحيح لو أضغط run من جديد نشوف بأنه يطبع لي علي و 20 طيب كيف نفهم هذا الكود في البداية object من class students إذن هذا هو class students ولكن class students يحتوي على constructor فعند إنشاء object من class students وهو يحتوي على constructor فيجب تنفيذ هذا الـ constructor وهذا الـ constructor يتطلب two parameters اللي هي الـ x و الـ y ففي لحظة إنشاء الـ object من class students يجب تمرير two parameters x و y إذن علي مكان الـ x و 20 مكان الـ y ومن ثم ما هي محتويات هذا الـ constructor محتويات هذا الـ constructor بأنه يستدئي الـ constructor الخاص بالـ class الموروث الخاص بالـ class person إذن ينفذ الـ constructor الخاص بالـ class person طيب كيف ينفذه مجرد إنه super ومن ثم أقواس ومن ثم dot ويستدعي هذا الـ constructor ويمرر له الـ x و الـ y إذن الـ x أصبحت علي والـ y هو أصبح 20 فيمرر علي و 20 بداخل الـ constructor التابع للـ super اللي هو تابع للـ person إذن مرة ثانية سيتنفذ هذا الـ constructor في الـ name يصبح مكان الـ x اللي هو علي وفي الـ age يصبح مكان الـ y اللي هو 20 إذن مكان هذي الـ name علي ومكان هذي الـ age هو 20 إذن sell.name معنى obg1.name أصبح علي والsell.age معنى obg1.age أصبح 20 إذن اطبع obg1.name واطبع obg1.age أصبح عندي علي و 20 سنة الآن هذه الأكواد كتبناها حتى نتعلم كيفية التعامل مع الـ constructor في الوراثة وإنما أنا أستطيع بأنه حتى أمسح علي الأكواد وهي تنفذ تلقائيا الآن فقط يعطيني error لأنه هذا الـ class فارغ فعلى سبيل المثال أعرف فيه function واحدة واتكن مثلا myfun ومثلما قواس الـ function وprint ما رح يستخدم هذه الـ function مجرد أنه هي function موجودة حتى ما يكون الـ class فارغ ويعطيني error الآن لو أضغط run من جديد نشوف بأنه أيضا طبع لعلي و 20 مع أنه مسحة لكواد الخاصة بالـ constructor طيب كيف عمل هذا الكود في الحقيقة الـ obg1 هو object من الـ class students ومررت له two parameter الأول يمثل name والثاني يمثل age إذا معنا هذا أنت مررت الـ parameter بالـ constructor الخاص بالـ students ولكن هذا الـ class students هو لا يحترق الـ constructor وإنما لأنه الـ class students يرث الـ persons و الـ class person يحتوي على الـ constructor فعندما الـ class students يرث الـ class person فيجب عليه أن ينفذ الـ constructor الخاص به فبالتالي عندما تنشئ object من الـ class students و الـ class students يرث الـ class person و الـ class person يحتوي على constructor فيجب تنفيذ constructor في لحظة إنشاء الـ object نحن فيجب تنفيذ